ريدا سليم النهاردة بعد ما خلاص أعلن الأهلي رسمياً توقيعه للفريق قال شوية تصريحات مهمة لموقع الجيش الملكي المغربي لو جاهزة معنا نروح له هيجاهزة معنا ولا أه قلولي محدش بيقول لي ماشي مش جاهزة معنا فيديو طيب هو قال النهاردة ريدا سليم إن أنا تلقيت الكثير من العروض وبلغت الجيش الملكي إن أنا عايز أروح الأهلي يعني جات لي عروض كتير بس أنا بلغت الجيش الملكي إن أنا اخترت الأهلي وقال إن بوابته للانضمام للمنتخب المغربي هو النادي الأهلي وده حلم لأي لاعب مغربي وقال إن مسؤوله نادي الجيش الملكي طلبوا منه البقاء الموسم المقبل وقالوا له إن الفريق هينافس على جميع الألقاب لكنه فضل بحسب تصريحاته يعني خود تجربة جديدة خارج المغرب دي تصريحات ريدا سليم ريدا سليم مغربي ثالث في النادي الأهلي في اتنين مغربة حلوين قوي لعبوا مع النادي الأهلي وقدموا مبارات كبيرة جدا مين هم؟ أكيد تفتكروهم مين الاتنين مغربة اللعبوا في النادي الأهلي وتفتكروهم كويس قوي وعملوا شغل كويس واحد في الدفاقة واحد في الوجوم أكيد افتكرتوهم بدر بنون ووليد أزق ووليد أزق رغم كان بيبقى ساعات عليه انتقادات يعني بس واحد من هدفين النادي الأهلي الكبار في الفترة اللعب فيها وسجل أهداف كتيرة جدا وصنق أهداف كتيرة جدا وعلى فكرة من الناس اللي بقول انه الأهلي خسر وليد أزاره يعني هو كان مواجم جامد جدا جدا يعني بس تعالى تعالى نشوف النجاح المغربة مع النادي الأهلي وهل ريدا سليم يكرر النجاح ده ولا لا أتصور انه هيكرر النجاح ده وربما يزيد طيب يلا بينا ريدا سليم يعتبر هو اللاعب المغرب الثالث في تاريخ النادي الأهلي بعد المهاجم وليد أزاره والمدافع بدر بنون وبالنظر إلى ما قدمه السنائم مع الاهلي تعتبر تجارب المغربة في القلع الحمراء ناجح وليد أزاره مع الاهلي لاعب تسعة وتمانين مباراة سجل واحد واربعين هدف وصنع ستاشر هدف ودي نسبة جيدة وليد أزاره في الدور المصري خد بطلتين دوري مصري مع النادي الأهلي وخد سوبر مصري مع النادي الأهلي وخد دوري أبطال أفرقيا أيضا مع النادي الأهلي بدر بنون لاعب اتنين وخمسين مباراة سجل أربعة وصنع اتنين وطبعا أركامه الدفاعية أكبر من كده بكتير يعني فاز بكاس مصر مرتين وبدوري أبطال أفرقيا مرة واحدة والسوبر الأفريقي مرتين دي بطلاته مع النادي الأهلي الاتنين نجحوا أكيد نجحوا مع النادي الأهلي تمام تمام